موسيقى قالت مصادر مصرفية أن الغرفة التجارية بأمانة العاصمة رفضت بشكل مطلق مشروع القانون الحوثي الجديد لإلغاء الفوائد في البنوك والمصارف بذريعة من عربه ووضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية أرسلت نسخة من مشروع القانون إلى الغرفة التجارية إلا أن الغرفة رفضت المشروع جملة وتفصيلة محذرة من أن المضي في هذه الخطوة سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الذي يعاني من صعوبات كثيرة وكانت حكومة الميليشيات الحوثية قد طلبت من ما يسمى مجلس النواب إقرار مشروع قانون منع التعاملات الربوية وشددت على وجوب تمرير القانون والذي يجيز لها مصادرة فوائد أكثر من ثلاثة تريليون ريال استثمارات البنوك في أدوات الدين العام ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 8.6% على أساسا سنويا في الربع الثالث من العام الجاري وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودي إن النمو الذي جاء في الربع الثالث من العام 2022 وفق التقديرات السريعة يعود إلى النمو الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 14.5% على أساسا سنوي بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6% وبحسب بيان الهيئة فقد نامى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 2.6% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري وحققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 5.8% على أساس فصلي كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.2% ارتفع الدولار بعد استمرار ضغط التضخم الأساسي مما أدى إلى الحد من الرهان على أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يشير إلى طباط في زيادته الجريئة في أسعار الفائدة وارتفع الدولار مقابل اليان 0.44% إلى 148.8% قبل أن يفقد بعض من مكاسبه كما وارتفع على نطاق واسع في التعاملات الأسيوية المبكرة وزاد أكثر من 0.2% مقابل الدولار النيوزلندي والجينيهة للسرليني وترجعت أسعار النفط بعد بيانات أضعف مما كان متوقعا للنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوفا من أن يؤدي توسع قيود كوفيد 19 إلى الحد من الطلب فيما اتجهت أسعار الذهب نحو سابع خسارة شهرية على التوالي بسبب ضغط أسعار الفائدة الأمريكية المتضخمة واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 16.240.55 دولارا للأنصة تعتقد الشركات البريطانية أن الأوضاع الصعبة التي تخيم على آفاقه ستستمر في الأشهر المقبلة بحسب ما ذكر مسح صناعي وارتفع مقياس اتحاد الصناعة البريطاني لنمو القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة ولا يزال في منطقة الانكماش وتتوقع شركات الخدمات والتوزيع حدوث مزيدا من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وشهدت بريطانية توترات اقتصادية وسياسية عاصفة في الأسابيع الماضية عقب الإعلان عن خطة رئيسة الوزراء السابقة لزتراس التي تضمنت تخفيضات ضريبية غير ممولة مما أثار ذعرا في أسواق الأسهم والسندات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر